hi everyone and welcome back to my channel so today we're gonna have another lesson وهذا اللصن هي بناء على طلبكم خاصة تلاميذ الاحرار رامي وصلوني بعض الرسائل خاصة من تلميذات التوعية في دورة الفرنسية online لاني نديرها لكم وهما طالبات احرار وغير نظامية رامي يقولوا لي استداء عندنا مشكلة مع الانجليزية انه مراناش عارفين حتى كيفاش نبدوها وهذا مشكلة كبيرة يعني منه اغلب التلاميذ كسوس والاحرار ولا حتى النظاميين لهذا فانا قررت انه في هذا الفيديو نعطيكم لمحة خاصة للشعب الادبية ادب وفلسفة ولغات اجنبية على واش رايحين نركزوا في الوحدة الاولى اللي هي ancient civilizations exploring the past يعني الحضارات القديمة فباسيكلي الحضارات القديمة بصفة عامة رايحين نشوفوا ونقروا في القسم ولا حتى خارج القسم يعني في البيت التعكم مثلا الحضارات المختلفة التي مرز عبر الزمان من اهمها عدنا for example the Egyptian civilization يعني الحضارة المصرية the Greek civilization الإغريقية the Roman civilization اللي هي الحضارة الرومانية the Chinese civilization يعني الحضارة الصينية Babylonian civilization الحضارة البابلية okay and the Mayan civilization يعني الحضارة الماية okay في امريكا اللاتينية وكان عدة حضارات اخرى for example the Islamic civilization يعني الحضارة الاسلامية فانتو ما صديبون هاد العام واش رايح يطحلكم من حضارة كل مرة يجيبو لكم حضارة مختلفة يتكلمو لكم عليها في الباك ويقولو لكم حل وناقش ويجيبو لكم عليها الاسئلة المختلفة في الباكالوريا فمن خلال هاد الحضارات رايحين نشوفوا مثلا عوامل التطور في الحضارات عوامل التخلف في الحضارات ولا سقوط الحضارات كيفاش بدات كيفاش طورت كيفاش نقصت كيفاش اختفت وكيفاش ظهرت يعني رايح نشوف نظرة شاملة على مختلف الحضارات القديمة كيفاش بانت وكيفاش حتى اختفت من الوجود So basically هذا هو the general idea يعني الفكرة العامة حول هذا الوحدة الآن من خلال هذا الحضارات وش رايح نحتاجه كذلك كدروس مثلا رايح نحتاجه how to use the past tenses يعني كيفاش نستعملو الماضي الأفعال في الماضي عدنا في الانجليش ماشي كما في الفرنش ولا في السبانيش ولا في other languages عدنا في الانجليش the past has different ways to use يعني عدنا الpasse عدنا for example the past tempo عدنا اختلاف في الاستعمال التاعه من حالة إلى أخرى عدنا for example the past perfect ماشي في كل الحالات نقدر نستعمله في حالات مثلا the past continuous أيضا ماشي في أي حالة نقدر نستعمله يعني كين حالات اللي نقدر نستعمله فيهم ال past tenses يعني نستعمله فيهم الأفعال الماضية لهذا فأنا قررت أنه هات السنة بإذن الله رايح ندلكم مراجعة شاملة ونهائية لكل الفصل يقربوا الامتحانات والاختبارات لجميع الشعب وخاصة الركز بزاف على الشعب الأدبية وخاصة شعبة لغات وفلسفة اللي يحتاجوا بزاف وعندهم معامل عالي في هذه المادة وحتى للشعب العلمية باش ياخدوا معدل اللي رام يتمنوا باش يلتحقوا بالتخصصات اللي يتمنوها فطبعا هات الدورة رايح تكون قريبا إن شاء الله سيتم الإعلان عنها دورة الإنجليزية اللي يكونوا interested to join us so I really I highly recommend this course for you يعني فعلا ننصحكم قاع باش تنضموا لهذا الدورة وهي دورة يعني رايح تكون سعر في متناول الجميع الجميع يقدروا يحضروا في هات الدورة online رايح نشوفوا فيها ملخص شامل لهذا الوحدة وأهم القواعد اللي تحتاجوها وأهم الدروس اللي رقزوا عليها وكذلك أهم المصطلحات وفي نهاية الدورة رايح كذلك نشوفوا موضوع تعبا كالوريا من الباكالوريات السابقة في هذه الوحدة ونصحوهم مع بعض ونريلكم how to answer to so many questions يعني كيفاش تجاوبوا ومنهجية الإجابة على مختلف الأسئلة اللي يجيكم في الباك وفي نهاية الدورة طبعا رايح نتعلموها to write a paragraph يعني كيفاش نكتبو فقرة حتى ولو كان المستوى تعق ضعيف حتى ولو ما كنتش تعرف الإنجليزية رايح نتعرفو كيفاش تجاوبوا وكيفاش تكتبو فقرة بالإنجليزية إن شاء الله كل هاد الأمور رايح نكونوا في الدورة رايح نعلنوا عليها قريبا جدا قبل الامتحانات نتمنى هاد الفيديو تكون عطاتكم نظرة شاملة على هاد الوحدة وللمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب باش تسجلوا في الدورة نتمنى لكم النجاح وتوفيق والسلام عليكم